طلعت بسرعة، والحمد لله طمنت أنه عايش، وستنادي عليهم أنه عايش، ولقيتوا بيحاول ينقذ نفسه، وأول سؤال سألني يا لما شافني، هكالي هما هي طهولي رجليا، وطمنتوا أنه لا، ما فيه كلام هذا، إن شاء الله بيسن الله حانا نقذك، والحمد لله لحقوني الشباب التانيين بالحمالة، واختنا وأنقصنا. أنا اسمه إبراهيم صابر السلامة، كنت نايم فجأة تقريبا ساعة 12 ونص واحدة في الليل، سمعت صوت اطلاق نار، اطلعت برا شوف لي صباطي لبرا، لما طلعت برا لقد في واحد كان قاعد ومصاب ومصرخ، وكان فيه شهيد على الباب، لما أنا طلعت راح أجيبه، فجأة الكواد كابتر أو القناص طخ علي، أجت لي طلق هنا في الرجلي، تنتين، طحت على الارد، الآن ضلت لأنا أصرخ وأنادع الناس، أصرخ، الآن أنا مش قادر، خلص، طبيعتني مش قادر، والله وبعدين فيه دكتور نادع لي قال له ربط رجلك، كانت، روحي تربطت رجلي وضليتني قاعد، أجت لي يا ربي مرة، قالت له ها ضعيش، قادت نادع الشباب ها ضعيش وش ضعيش، والله أجشلوني ودخلوني جوا، الله يسعدها يا ربي الدكتور وهي اللي ساعدتنا. يعني أنت الحين لو تصاب أي إنسان بعده أو قبله، مش هقدر أننا نتفرج عليهم وأنقذه، هذه إحنا طبيعتنا إحنا كأطباء، بديش أقولي أن كل أطباء زيي بس ما زمنا، أنا أصلاً رجعت من مصر على غزة لشان أنا مش قادر أتحمل، أنه أهلي بعانوا، وناسي بعانوا، أولاد بلدي بعانوا، أنا ما بعاني، منازل اللي كنت أشوفها 50 يوم أو 49 يوم اللي عشتهم في مصر أثناء الحرب، بتخلي الواحد يعني مش قادر أنه حتى يشرب مية، وحاسس أنه في غيرهم مش قادر يشرب مية، طبيعي جداً جداً أني يكون أملي، أني أقل شي أقدر أقدمه، أني أرجع للخدمة، ووضع ما فيش فيه أصلاً موظفين. ترجمة نانسي قنقر